هكذا إحنا فايخين البنك المركزي يصرف العلاوي وعلاوي يضطي إلى جوهر الدانة مليار ومئتين يجبوننا حاسبات تاهتوا لينا مكتب غسيل أموال خاطب مكتب غسيل أموال بالإمارات قلهم يابا قلونا شنو أفاق المستقبل الجماعة هناك ما جاوبوا الخارجية والتنمية الاقتصادية بعثوا تأكيدات أنه يردون اتضح أنه شركة أفاق المستقبل الإماراتية اللي يليد آل غلام يحولوا لها المبالغ رخصتها منتهية الكتاب المتعلق بخصوص شركة أفاق المستقبل الإماراتية المديرية العامة للصيرف والاعتمال الجاوبة بما تمتلكه من معلومات إلى مديرية تحقيق بغداد التابعة إلى هيئة النزاع بالفقرة الثانية إجل سبقه لقسم الشؤون القانونية بهذا البنك وقام بتحريك شكوى بكتابه المرقم 16 على 20 في 14 واحد 2013 والمشار إليه في أعلى بحق عدد من المصارف والشركات والأشخاص ومنها شركة أفاق المستقبل حيث تبين شي تبين أن معظم الحوالات المخالفة المتحققة للمصارف المذكورة وزبائنهم تقول لحساب الشركة المذكورة هنا بالنقطة الثانية اعتراف نصي أن شركة جوهرة الدانة ومصرف الشرق الأوسط يقوم بتحويل أموال مخالفة إلى آفاق المستقبل الإماراتية هذا الأمر قد تم اكتشافه بالألفين واربعطاش بكتب رسمية ما بين هذه المديرية إلى دائرة تحقيقات بغداد التي تابعة إلى مديرية هيئة النزاح خلي كمل لكم أطلابة آفاق المستقبل ثلاثة أن مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال بهذا البنك أوضح بموجب مذكرته المرقمة ألف مية وثلاثة وسبعين على دال بثبانية وعشرين عشره 2014 زين واللي هم رافقين نسخة منها بقيامه بمخاطبة الوحدة النظيرة اللي هو بالدولة الإمارات العربية المتحدة بموجب كتابه المرقم سري مية وستين بسبعة وعشرين ثمانية 2014 ولم ترده الإجابة لغاية تاريخه وأن هناك مراسلات من قبل المكتب المذكور مع وزارة الخارجية بكتابها المرقم سري مية وتسعة وعشرين في سبع عشر سبع عشر وآخرها كتاب وزارة الخارجية المرقم 6-9-49-107-6-9-1-49-137-18-9-2014 ومرفقه كتاب دارة التنمية الاقتصادية الاماراتية المؤرخ في 31-8-2014 المتضمن معلومات عن رخصة شركة آفاق المستقبل المنتهية وأن نشاطها هو نظم الحاسوب الالاءالي وبرامجه وتجارة إزد الحاسوب والوازمي تاهتوا لجيناها مكتب غسيل أموال خاطب مكتب غسيل أموال بالامارات قلهم يابا قلونا شنو آفاق المستقبل الجماعة هناك ما جاوبوا الخارجية والتنمية الاقتصادية بعثوا تأكيدات أنه يردون اتضح أنه شركة آفاق المستقبل الإماراتية اللي يليد آل غلام يحولون لها المبالغ رخصتها منتهية هذا يقول هنا زين المتضمن معلومات عن رخصة شركة آفاق المستقبل المنتهية منتهية شنو نشاط شركة آفاق المستقبل بموجب الملاحظات التي كتبت من المديرية العامة للصيرف والاعتمان إلى دارة تحقيقات بغداد والتي جاءت من الجانب الإماراتي نشاطها هو نظم الحاسوب الآلي وبرامجه وتجارة أجهزة الحاسوب والاوازمي زين يا جوهرة الدانة من حولهم مليار ومتيين إلى هذه الشركة متخصصة بالحاسوب الآلي وبرامجه يعني جبتونا حاسبات هنا يفترض هنا يفترض فيما إذا توفرت وصولات عن دخول البضاعة فيجب أن تكون الوصولات عن أجهزة الحاسوب وبرامج أجهزة الحاسوب هيكي إحنا فايخين البنك المركزي يصرف العلاوي وعلاوي يضطي إلى جوهر الدانة مليار ومتيين يجبونا حاسبات زين أنا هسبيش الحاسوب بره يطلع بثلاثمئة باربعمائة دولار إذا أردأ قسم مليار ومتيين مليون هو المليار مليون مليون مو المخرج بس تأمشي فهمها كم مثل إذا أردأ قسمهم على الأربعمائة اجتمح حاسوب يطلع أنا وجهالي وجهال جهالي والعراقيين لأربعين مليون كل إحنا بيوتنا تترز حاسبات زين ماكوا حسيه لهذا السؤال صار واضح حسيه عن جوارة الخليدة آفاق المستقبل زين اشتركوا في القناة